البينكرياس البينكرياس أحد أجزاء الجهاز الهضمي وهو عبارة عن غدة موجودة في منطقة البطن فيقع الجزء الأكبر منه تحديداً على الجهة اليمنى من منطقة البطن حيث ترتبط المعدة مع الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ويمتد الجزء الضيق من البينكرياس إلى الطرف الأيسر من البطن بجانب الطحال أما القناة البينكرياسية فتمتد على طول البينكرياس حتى تصل نهايتها إلى القناة الصفراوية القادمة من الكبد أما عن أنسجة هذا العضو الهام فتتمثل في نوعين من الأنسجة وهما الخلايا العنبية وخلايا جزور لانجرهانز أولاً الخلايا العنبية والتي تمثل 95% من أنسجة البينكرياس وهي عبارة عن أنسجة غدية خارجية وتتمثل وظيفتها في إفراز سائل مائي قلوي صاف يحتوي على العديد من الإنزيمات المساعدة على تحليل الطعام إلى جزيئات صغيرة سهلة لامتصاص في الأمعاء ومن هذه الأنزيمات ما يلي إنزيم الأميلايز الذي يساعد في هضم الكربوهايدرات إنزيم التريبسن والكيموتريبسن الذين يساعدان في هضم البروتينات إنزيم الليبيز المختص بهضم الدهون ثانياً خلايا جزر لانجرهانز والتي تمثل 5% المتبقية من أنسجة البينكرياس فتضم مئات الآلاف من خلايا الغدد الصماء وتقوم بإفراز الهرمونات التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم فعندما يرتفع مستوى السكر في الدم فتقوم خلايا بيتا البينكرياسية بتحرير هرمون الأنسولين وانتقل الجولوكوز إلى العضلات وانسجة الجسم المختلفة لاستخدامه كمصدر للطاقة ويخزن الجولوكوز في الكبد على شكل جيلايكوجين إلى حين الحاجة إليه أما عندما ينخفض مستوى السكر في الدم فتقوم خلايا ألفا البينكرياسية بتحرير هرمون الجلوكاجون الذي يعمل على تحطيم هرمون الجيلايكوجين إلى جولوكوز في الكبد ويعيده إلى الدم مما يرفع نسبة السكر من جديد هذا بالإضافة إلى خلايا دلتا والتي تتولى مهمة إفراز السوماتوستاتين الذي يقلل نشاط الهضم في الأمعاء والمعدة خلايا بي 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 والمسؤولة عن إفراز بروتين البينكرياس عديد الببتيد المسؤول عن عمل البينكرياس كما يعمل على تنظيم تخزين الجليكوجين في الكبد خلايا أبسلون والتي تعمل على إنتاج الجيريلين وهو الهرمون الذي ينظم الجوع في الجسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر